موسيقى أهلا بكم مشاهدين الكرام في حلقة جديدة من برنامج ما وراء الخبر حراك إنساني يعيشه العالم هذه الأيام يقوده مفكرون ورجال دين للتأكيد على أحد أهم الصفات البشرية المتمثلة في التعايش والسلام بين جميع أتباع الديانات المختلفة تحقيقا لإرادة الله في الكون إن الاختلاف سنة وإن التعايش ضرورة لا بد منها لقاءات وحوارات جمعت كبار رجال الدين انطلقت من المنامة عاصمة التعايش والسلام والحوار مرورا بعدد من المدن حول العالم لتصل إلى حاضرة الفاتيكان بلقاء جمع وفدا من رابطة العالم الإسلامي مع باب الفاتيكان الباب فرانسيس التعايش والسلم والحوار بين الأديان وأهميته في خلق مجتمع إنساني خال من الإرهاب والتطرف سيكون محور حلقتنا اليوم مع ضيوفنا من المنامة وعمان والفاتيكان فابقوا معنا من المنامة إلى لوس أنجلوس مرورا بنيويورك وبيونيسايرس وصولا إلى حضرة الفاتيكان أسبوع حافل شهد جولات ولقاءات يقودها رجال دين ومثقفين للتأكيد على قواعد رسخة وثوابت أزلية جامعة بين الأديان أساسها التعايش والسلام والمحبة فمن مدينة لوس أنجلوس الأمريكية تم تدشين مركز الملك حمد العالمي للحوار بين الأديان والتعايش السلمي ليؤكد حقيقة جوهرية مهمة تتمثل بقناعة القيادة الرشيدة المطلقة بضرورة أن تظل البحرين مركزا عالميا للتعايش والسلام والتحاور بين أتباع الديانات والثقافات والحضارات المختلفة إيمانا بأن ذلك هو الوسيلة المتلى للحد من الصراعات وإزالة مسببات العنف ووأد بواعث التطرف في مهدها وفي نيويورك وبحضور 450 عالما ومفكرا يمثلون 56 دولة ومؤسسة أطلق أمين عام رابطة العالم الإسلامي الدكتور محمد العيسى دعوة صريحة للتصدي للإسلاموفوبيا والعنصرية وكراهية الأجانب من خلال اعتماد منهج شامل للحوار بين أمريكا والشعوب الإسلامية حراك حضاري وإنساني حطر حاله في حضرة الفاتيكان بلقاء جمع البابا فرانسيس مع وفد رابطة العالم الإسلامي تم خلاله تبادل وجهات النظر حول عدد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك والتي تصب في صالح السلام والوئام العالمي خصوصا التعاون بين الفاتيكان والعالم الإسلامي في قضايا السلام والتعايش ونشر المحبة لقاء حمل تقدير العالم الإسلامي لمواقف البابا فرانسيس العادلة والمنصفة تجاه الدعاوى الباطلة والمعزولة التي تربط التطرف والعنف بالإسلام حيث أوضح قداسته في تصريحات سابقة أن هذه الأفعال لا علاقة لها بالإسلام وأنه في كل الأديان أتباع يحصل من بعضهم تطرف حوار ولقاءات لا تعني بالضرورة قناعة كل طرف بوجهة نظر الآخر لكنها تؤكد على ضرورة فهم سنة الله في الاختلاف والتعدد والتنوع ووجوب التعايش والتعاون المشترك خدمة للإنسانية جمعا ولتعزيز السلم الاجتماعي والأمن الفكري ودحر الشر في مجتمع تسوده الإنسانية دون تمييز ديني أو مذهبي أو عرقي أو سياسي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر أهلا بكم من جديد مشاهدين الكرام وحول هذا الموضوع يسرني أن أرحب بضيفي في الاستوديو سفير مملكة البحرين في دولة الكويت الشيخ خليفة بن حمد آل خليفة ويسرني أن أرحب كذلك بضيفي عبر ستلايت من عمان رئيسي مركز التعايش الديني الأب نبيل حداد بداية نبدأ مع الأب نبيل حداد من عمان بعد التحية ومساء الخير الأب نبيل إذن الحوار والتعايش الحضاري بين الأديان لا يعني ضرورة القناع بوجهة نظر الآخر فلماذا تأتي هذه اللقاءات وما هي انعكاساتها يا سيدي أسعد الله أوقاتكم واليوم ونحن نتحدث إليكم في منامة التعايش من عمان الوئام أقول لكم في مطلع السنة الهجرية كل عام وأنتم يا إخوتنا المسلمين بألف خير أما بعد فإن ألف وأربعمائة سنة من العلاقة بين المسيحية والإسلام تؤكد على أن التعايش الذي نتحدث عنه ليس طرفا ولكنه مطلب وضرورة بل هو تنفيذ طاعة لوصية الله أنا أقرأ هذا الكلام أقرأه في الكتاب المقدس الذي يأمرني أن أحبب قريبك كنفسك Love thy neighbor أحبب قريبك جارك هذا الحب الذي نتحدث عنه في الإنسانية لم يقم على شرط في أن جاري هو صاحب دين كديني أو عقيدة كعقيدتي بل مجرد أنه إنسان فقد نال كرامة من الله لأنه خليقة الله فكل إنسان بغض النظر عن عرقه أو لونه أو دينه هو جاري وعلي وقريبي كإنسان في الإنسانية وعلي أن أعيش معه العيش معه تعايش مع الجار لا يعني بالضرورة أننا نتفق على أننا نريد أن نخرج وأن نخترع أن نبتدع ديانة جديدة يبقى المسلم مسلما ويبقى المسيحي مسيحيا إنما ينبغي في الوقت ذاته أن يظهر إسلام المسلم ومسيحية المسيحي في حبهم الواحد للآخر وعندما نتحدث عن علاقة تاريخية خاصة في منطقتنا في منطقتنا العربية نتحدث عن علاقة ما بين المسيحيين والمسلمين رأينا هذه العلاقة بدايتها رأيناها في بطحاء مكة عندما بدأت الدعوة الإسلامية وكأني بأصوات المسيحيين الذين عرفتهم الجزيرة العربية بل أراهم وقوهم يدخلون إلى مسجد المدينة يوم جاء أحبار نجران ليزوروا الرسول العربي الكريم هذه الصور التي نتحدث عنها لم تعد طرفا في أيامنا هذه وإنما هي مطلب وضرورة ويتطلب أيضا مننا أن نعرف معا في مواجهة الإرهاب والتطرف والعنف وما تأسيس ونحن في حضرة البحرين ومبادراتها بحرين التعايش والوئام والسلام ونتحدث في أفياء مناسبة هي افتتاح مركز الملك حمد نقول بأن هذا مطلب وضرورة فبورك هذا الجهد وبوركت هذه المبادرة نعم الأب نبيل وبوركت كل القلوب والعقول والأفكار نعم الأب نبيل لنقف قليلا عند مركز الملك حمد وبالعودة إلى ضيفي الكريم في الأستوديو الشيخ خليفة بن حمد آل خليفة سفير مملكة البحرين في دولة الكويت الشقيقة بعد التحية كنت بإطلاق مركز الملك حمد العالمي للحوار بين الأديان والتعايش كما ذكر قبل قليل الأب نبيل من عمان لو نستفتح هذا اللقاء بنبذة عن المركز وأهمية تدشينه لسيما في هذا الوقت بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المؤسلين شكرا لك أخي الكريم وأحيي المشاهدين الكرام وأرد الكلمة الطيبة لأبونا نبيل حداد في الأردن العزيز أننا فوق مرتبة التعايش الذي هو تفضل هذا أمر مفروق منه ولكن نحن نتكلم كذلك عن الإيمان لأننا كتابنا الكريم في آخر آيات من سورة البغرة يقول الله سبحانه وتعالى بأننا نعوذ بالله من الشيطان الرجيم آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله فأقول لأخونا العزيز أن رسولنا آمن قبلنا بموسى وعيسى ورسالة موسى ورسالة عيسى أما بالنسبة الحقيقة لإطلاق مركز الملك حمد العالمي للحوار والتعايش فهناك تاريخ حضاري قبل أن أتكلم بالتفصيل عن المركز أتكلم عن بلدي العزيز البحري أتكلم أول بادئ ذي بدء عن المثلث الحضاري للحضارات القديمة حتى قبل حضارة الإسلام أتكلم عن حضارة الفراعنة في وادي النيل في مصر وأتكلم عن حضارة البابليين في العراق وأتكلم عن حضارة دلمون في البحرين البحرين كانت تسمى أرض الخلود في الحضارات القديمة وموتاهم كانت تشحن عن طريق البحر إلى أرض الخلود لكي البحرين فحضارية البحرين كانت حتى في الحضارات القديمة تأتي الحضارة الإسلامية في أولوياتها واتكلم عن حوار الحضارات لما اتكلم عن القرآن الكريم هناك آية تجمع بين نوح وبين إبراهيم وبين موسى وبين عيسى وبين رسولنا العظم عليه الصلاة والسلام فالقرآن يقول شرع لكم من الدين موصى به نوح وما أوحينا إليك وربط من نوح إلى نبينا عليه الصلاة والسلام ويزيد عليها وموصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين إذن هناك شرائع إذن هناك تعددية إذن هناك تنوى سلسلة متواصلة نعم فالبحرين طبعا في حضارة الإسلام استجابة للإسلام لدعوة الحق طبعا لا كرهن الحقيقة اليوم جلالة الملك يعني يجدد التاريخ ويجدد عراقة وحضارة البحرين في تاريخ هذا العريق قبل شوي أبونا العزيز نبيل حدار تكلم عن أحبار اللي زاروا الرسول العظم في المدينة المنورة فلما جلالة الملك يجدد عراقة البحرين اليوم في إنشاء هذه المركز هناك رابط نير في فكر جلالة الملك أن هناك تاريخ عريق بين مملكة البحرين الحضارية وبين المدينة المنورة اللي يمكن ذكر خصلة من الخصال في نبي الإسلام لما استقبل الوفد أحبار المسيحيين ولكن كذلك هناك وثيقة المدينة المنورة اللي كانت مع اليهود سيرة ابن هشام موثقة فيها هذه الحقيقة المسائل الوفد المسيحي كان عدد ستين شخص وكان استضافة الرسول العظم لهم لمدة ثلاثين يوم يعني القرآن كان ينزل عظيم كان ينزل على رسولنا عليه الصلاة والسلام والمسيحيين يتعبدون على مسيحيتهم في المسجد النبوي وهذه سماحة الإسلام اليوم جلالة الملك في إنشاء المركز الحقيقة جلالة الملك اللي يطول عمره في 2002 شرفنا بإدارة أول مؤتمر للحوار الإسلامي المسيحي بإدارته في حين أن الجمعية العامة للأمم المتحدة أعلنت في 2001 أن عام 2001 كان هو عام حوار الحضارات فأول مؤتمر عالمي في العالم وفي منطقة الخارج العربي بالذات كان السبق لجلالة الملك في الأمر بإنعقاده كان السبق لجلالة الملك اللي يطول عمره بإنشاء أو بعمل مؤتمر للتغريب بين المذاهب الإسلامية في 2003 فكان كذلك فريد في نوعه والسبق لجلالة الملك فاليوم اللي يطول عمره يعني لما يكون إنشاء مركز الملك حمد لحوار الحضارات والتعايش وينطلق في لوس أنجلس ونشوف بأعيننا أن أبناء الجاليات اليهودية والمسيحية يحملون ويستقبلون ممثل جلالة الملك سمو الشيخ ناصر بأعلام البحرين علم البحرين الرمز يرفع في الولايات المتحدة ويرفعون الجاليات اليهودية والمسيحية لما زار الوفد اليهودي المسيحي جلالة الملك وزار البحرين كانوا يتكلمون في خطبهم الرئيسية في المؤتمر أنهم لبسوا الطاقية المعتادين أنهم يلبسونها في البحرين بكل حرية هم ما وقعوا على أعلان البحرين للحريات الدينية مجاملة أو يعني عواطف لما يا وعايشة والحرية وقعوا عن قناعة واغتناع فحضارية جلالة الملك في إنشاء المركز اليوم المركز اليوم في فكر جلالة الملك المركز لابد أن يكون للرسالة رسالة المركز ستتجسد في تكوين إسرى إنسانية متآلفة رقم تنوع الفكر وتعدد الثقافات نعم ضيف الكريم إذا نقف قليلا عند فكرة المركز القائمة على الحوار بين الأديان والحضارات ننتقل إلى ضيفنا عبر ستلاية الأب نبيل برأيكم ما أهمية الحراك واللقاءات التي تقاوم اليوم في مختلف دول العالم وماذا يمكن أن تؤديه سيدي أسلم عليكم مجددا وأسلم على الضيف الكريم الشيخ خليفة وهذا الحديث الطيب في البعد الحضاري والتاريخي الذي يؤكد على أن مثل هذه المبادرة هي تأتي وتخرج من أصل الحضاري تتكز عليه وتستند وهذا ما يؤكد على أن على الجميع قيادات دينية قيادات فكرية قيادات تربوية عليها جميعاً أن تتلقف مثل هذه المبادرات المهمة التي تعطي زخم للتواصل الإنساني أنا أشكر سمو الشيخ خليفة اللي بقول جهد جلالة الملك الله يطور عمره جلالة ملك البحرين حمد بن خليفة عندما يقوم بهذا يقوم بهذا بدافع غير على أسرة إنسانية علينا أن نتذكر جميعاً هذا الدرس في كل أنحاء العالم وخاصة في أيامنا الحاضرة يا سيدي المطلوب أن يكون كما ذكرت سابقاً أن يكون المسيحي مسيحياً والمسلم مسلماً واليهودي يهودياً أنا أقول بصوت عربي مسيحي لا تكتمل مسيحيتي عندما أسمع عن هذه المبادرة الطيبة تأتي من البحرين ومن فكر جلالة الملك حمد وتلتقي مع فكر خيرين عرفوا أيضاً مثل هذه المبادرات نتحدث عن التي كان قداسة البابا فرانسيس نتحدث عن عمان عمان الهاشمية التي أطلقت رسالة عمان وجهود جلالة الملك عبد الله الثاني حبيضه الله نتلقف هذه المبادرات لكي نأخذها نحن ونبني عليها أنا يا سيدي أريد أن أقول بأن مثل هذه الخطوة المهمة التي تأتي من البحرين لتهبط عند لوس أنجلوس وفي أوليات المتحدة الأمريكية لتخرج هذه الصورة الطيبة والتي تدافع عن حضارة عربية إسلامية أنا بالنسبة لي كابن لهذه الأمة أنا أستند إلى هذه الحضارة وأنا بحاجة في دفاعي عن صورة العروبة والإسلام بل عن صورة الإنسانية هي تقوي من موقفنا بأن هناك قيادات إسلامية حكماء مسلمون حريصون على صورة الإسلام وحريصون على صورة الإنسانية لم يعد التعايش والحديث عن التعايش وحوار الأديان هو حديث فلسفي أو حديث تلفيقي أو ديبلوماسي هناك حاجة ضرورية انظر يا سيدي نعم التعايش ربما نعم بعد 2001 نعم نعم التعايش ربما هو القلب النابض لل نعم ربما التعايش هو القلب النابض للحوار بعد 11 سبتمبر نحن وجدنا بأن بحاجة نعم نعم إذا تسمح لي أن نقف عند نقطة التعايش نعم إذا تسمح لي أن نقف عند نقطة التعايش وننطلق بها مع ضيفي الكريم في الاستوديو الشيخ خليفة بن حمد الخليفة سفير مملكة البحرين في دولة الكويت الشقيقة البحرين كانت على الدوام نموذجا فريدا في التعايش والحوار بين الأديان ما هو ملامح هذا التعايش كما ترونه في الحقيقة أنا بس أول شيء أريد أن أعقب على كلمة أبونا العزيز نبيل حداد الجوار أنا عملت بحث في الحوار الإسلامي المسيحي نعم أسميته من الجوار إلى الحوار أقصد كنيسة المهد في فلسطين في بيت لحم نعم كنيسة المهد في فلسطين تجاور المسجد الأقصى فإذا هناك جوار بين المسجد وبين الكنيسة نعم الحديث النبوي للرسول الأعظم عليه الصلاة والسلام يقول عليه الصلاة والسلام أنا أول الناس بعيسى ليس بيني وبينه رسول فهناك اليوم معابد الهندوسية ومعابد البوذية والمعتقدات الأخرى نحن نختلف ولكن نحترم نعم تعلمنا من جلالة الملك في فكرة نير أن الاختلاف إثراء أن التعددية إثراء والقرآن يعني الكريم نص ومن آياته اختلاف ألوانكم وألسنتكم يعني لو كان الخلق كله على لون واحد ما في إثراف الخلق وبعدين لما نتكلم عن الآية التي ذكرناها شرع عليكم من الدين إذن هناك عدة شرائع مختلفة إذن هناك نوح هناك إبراهيم هناك موسى هناك عيسى ما عندنا رسالة سماوية واحدة الاختلاف أمام أعيننا وإحنا متقابلين من آياتي اختلاف الليل والنهار الكل لو كان كله الليل ملت الناس فالتعددية في البحرين اليوم يعني معاشا يعني الوفد اليهودي لما يعيش ولبس بحرية اليوم المسيحي يتعبد على حريته اليوم تعددية المذاهب المذهب الجعفري إحنا لما نقول أن المذاهب الأربع السنية لما تضاف لها مدرسة الإمام جعفر هذه ثراء في المدارس الفقهية والنصية لما نتكلم عن الإبابة في عمان نتكلم كمدرسة سارس لما نتكلم عن الزيدية في اليمن هذه مدرسة سابعة فالتعددية إثراء لذلك جلالة الملك اللي يطول عمره لما نرجع إلى المركز اليوم الناس ملت من العنف والتطرف والانقلاب الناس محتاجة إلى كلمة عاقلة هادئة يعني لنزال نقول أن الله يطول عمره في فكرة المستهنير جلالة الملك في إنشاء المركز لحوار الحضارات الحوار هو اللقاء المشتركة بين العقلات يعني أن تكلم أن الحوار هو سمة من سمات العصر وضرورية من ضرورياته يجسدها جلالة الملك بإنشاء المركز تحقيق السلام والتعايش السلمي مرهوم بالحوار يعني لنزال نقول أن حضارية البحر لما نتكلم عن فكر جلالة الملك ولما نتكلم عن بالحوار لما نتكلم عن جلالة الملك يرتقي بالبحرين ويجدد حضارياتها كمملكة للوسطية والحوار يعني اليوم البحرين تزهوا فخرا يعني احنا كنا مفاخر لما اليهود والمسيحيين شباب وشبات يعني جيل المستقبل يتكلمون وينقشون سمو الشيخ ناصر وينقشوننا وينقشوننا في أفكارنا وينقشوننا في أهدافنا يعني هذه فكر جلالة الملك قاعد يجسد اليوم فالبحرين كانت ولا تزال ثرية ومركز الحوار لحوار الحضارات أعتقد أنها إضافة ولبنة يجسد جلالة الملك في هذه الوقت الحال نعم ضيف الكريم ربما تسمح لي أن نختم مع الأب نبيل حداد ضيفنا من عمان هل تكفي اللقاءات الرسمية بين رجال الدين أم أن هناك ضرورة أيضا للوصول إلى الشارع وإشاعة ثقافة الحوار والتعايش يا سيدي أشكرك هذا السؤال مهم وواضح أن قل الأمر الحكماء يعني كصاحب الجلالة الملك حمد حفظه الله الذي تلمس هذه الضرورة إلى أن الحوار ينبغي أن لا يبقى على مستوى القيادات الدينية والمستوى القيادات الفكرية ينبغي أن نرتقي بإنساننا بمواطننا في الشارع أن نرتقي إلى أن يصبح الحوار حالة حياة حالة معاشة عندها يصبح هذا صورة لرقي المجتمعات عندما نتحدث عن علاقة ما بين المرء وجاره وقريبه الذي يختلف عنه في الدين أي احترام متبادل مهما كان في مبادرات صغيرة هذا يؤكد على أن هذا الإنسان ارتقى بإنسانيته إلى مستوى الفضيلة إلى مستوى البثال الذي تأمر به الأديان ما في دين يأمر الإنسان بالعنف أو الإرهاب وما أحوجنا الآن أن نصل من خلال هذه المبادرات الكريمة الطيبة أن نصل فيها إلى رجل الشارع إلى أجيالنا إلى شبابنا أنا عم بسمع الشيخ خليفة الله يطور عمره يقول عن الشباب مسيحيين وشباب يهود هذا شيء للأمانة يثلج الصدر عندما تجد أن في مجتمع إسلامي أن في مجتمع عربي إسلامي يتم استقبال هؤلاء الشباب وأن يرتدوا قبعاتهم بحرية هذا يؤكد على أن هذه الصورة التي تسجلها البحرين إنما هي صورة أصولية الإسلام الدين الذي عاش أو عشنا معه نحن مدة أربعة عشر قرن في الحديث عن الإسلاموفوبيا ينبغي أن نظهر للناس بأن الإسلام هو بريء من كل التهم ولكن هذه البراءة هي مسؤوليتنا جميعا لا أن تبقى على مستوى اسمح لي أقول على مستوى فنادق خمسة نجوم أو على مستوى النخب وإنما علينا أن ننزل بها إلى الشارع يا سيدي من تجاربنا ونحن في مركز التعايش الأردني نقول بأننا نفخر بهذه المبادرة وعلينا أن نشبك أيدينا معا ونحن نقف بحزم وقوة وبإعجاب لتأسيس وإطلاق من هذا المركز من عمان رئيس مركز التعايش الديني نبيل حداد شكرا جزيلا لك نعود مرة أخرى إلى ضيفي الكريم في الأستوديو وقفنا قبل قليل عند فكر جلالة الملك المفدة صاحب الرؤى الثرية والغنية ربما إذا تكلمنا عن إطلاق مركز الملك حمد ما هي الرسالة الأساسية التي يرادها من هذا المركز؟ في الحقيقة فكر جلالة الملك النير يجيب على تساؤلات أو أمنيات أبونا العزيز نبيل حداد في إشاعة فكر جلالة الملك أمانة يستمد فكر جلالة الملك من كتاب الله رب العالمين لما ينص في القرآن لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين من أهل الكتاب أن تبروهم فأقول حقا أخي نبيل حداد أنا مأمور بكتاب الله أن يكون بيني وبينك بر ويزيد عليها القرآن وتغسط إليهم هذه منهجية القرآن اليوم نراها متجسدة على أرض الواقع في فكر جلالة الملك فكر جلالة الملك على أساس الرسالة التي سألتني عنها زكا الله خير للمركز أن من الإسهام أول شيء بفاعلية في مسيرة حوار الحضارات والانتقال بها إلى مرحلة التعارف الإنساني وتمازج الحضارات لتحقيق عيش إنساني مشترك في ظل الأمن والأمان مركز الملك حمد مركز الملك حمد جاء تدشينه لإشاعة المحبة التي ذكرها الآن أبونا العزيز والتعايش بين البشر وصيانة النفس البشرية يعني مثل ما ذكر أبونا نبيل أن هذه دعوة عاقلة وهذه دعوة حكيمة نعم هناك حكماء وهناك عقلاء بين المسلمين وهناك حكماء وهناك عقلاء بين اليهود وهناك حكماء وهناك عقلاء بين المسيحية فجلالة الملك اليوم يعني يقطي الحقيقة هذه الفكر الحضاري ويرتقي بنا وانفخرنا أحنا كمواطنين أن جلالة الملك يعني اتبوأ صدارة يعني ملك الوسطية والحوار في مملكة الوسطية والحوار نعم ضيف الكريم لدينا اتصال من الفتكان ينظم إلينا الأمين العام لمركز الملك عبد الله بن عبد العزيز للحوار بين أتباع الأديان والثقافات السيد فيصل بن معمر بعد التحية ما هي طبيعة اللقاء الذي تم بين رابطة العالم الإسلامي والبابا فرانسيس وما هي أهم ما تم تطرق إليه بسم الله الرحمن الرحيم أولا هذا اللقاء كما أعلن حقيقة كان لقاء تاريخي بين طبيعة الفتكان ومعالي رئيس رابطة العالم الإسلامي الشيخ الدكتور محمد العيسى وهذه الاجتماعات وهذا التواصل مع القيادة الدينية العالمية هو خير للبشرية جمعا ونعتقد أنه سيكون إضافة كبيرة جدا أنا حقيقة تواجد في روما في عمل آخر يخص اجتماعات بين مركز الملك عبد الله العالمي بالحوار بين أسباب الدين والثقافات والأكاديمية الأوروبية للعلوم والآداب لتعزيز التعايش بين اللاجئين لكن هذا الاجتماع الذي حدث حقيقة يوم أمس ويعتبر إنجاز بكل المطاييس وسيكون إضافة مهمة للعلاقات الإسلامية المسيحية نعم لا تسمح لي أن نتحدث عن الفتكان قليلا حيث يمثل قيادة العالم المسيحي ما هي الأدوار التي يمكن أن يقوم بها في سبيل المساهمة بتوضيح صورة الإسلام الحقيقية أمام العالم تسألني عن موقف من الفتكان أنا طبعا لست متحدثا باسم الفتكان أنا أمين عام مركز الملك عبد الله للعالمي للحوار بين أسباب الأديان الأدوار إذا ممكن الأدوار التي ممكن أن يقوم بها الفتكان طبعا هو الأدوار الفتكان هو عضو مؤسس في مركز الملك عبد الله عضو مراقب مؤسس في مركز الملك عبد الله للحوار بين أتباع الأديان والثقافات بالإضافة إلى الدولة المؤسسة المملكة العربية السعودية والنمسا وأسبانيا وهذا المركز الذي نعمل فيه منذ أكثر من سبع سنوات أصبح الآن مؤسسة عالمية تعمل في مجال الحوار والتعاون بين أتباع الأديان والثقافات نحن حقيقة سعدنا بما أعلن خلال الأيام الماضية عن إنشاء مركز الملك حمد العالمي للحوار بين الأديان والتعايش السلمي وهذا المركز سيكون إضافة عظيمة لمشاريع الحوار والتعايش بين أتباع الأديان والثقافات في مناطق عديدة من العالم هذه التحركات من ولاة الأمر في الدول الإسلامية وأيضا المؤسسات الإسلامية الكبرى من الرابطة العالم الإسلامي من المؤكد أنها تساهم في ما يحقق الخير للبشرية ما يحقق التعايش والتفاهم والتعاون لأننا حقيقة كنا على شفا حفرة من صدام الحضارات والمتطرفين اختطفوا الدين أو الأديان وحاولوا الإساءة للأديان بما عمله المجرمين والمتطرفين وهذه المراكز بما تملكه من خبرة ودعم سياسي معنوي ستكون قوية إن شاء الله في الصد هذه الأمور الخبيثة التي دخلت على الأديان من باب التطرف والإرهاب نعم من الفاتكان الأمين العام لمركز الملك عبد الله بن عبد العزيز للحوار بين أتباع الأديان والثقافات السيد فيصل بن معمر شكرا جزيلا لك نعود مرة أخرى إلى الصور السامية التي ذكرها ضيفي الكريم قبل قليل لمركز الملك حمد والرسالة الجوهرية التي تبناها هذا المركز للحوار بين الأديان ضيفي الكريم ما هي انعكاسات هذه الصور على مملكة البحرين لسيما في ظلم نعيشه من صراعات في مختلف المناطق القريبة الإقليمية والدولية نحن لما تكلمنا عن الفكر النيري جلالة الملك في إنشاء وحرص على السابق بالمؤتمرات السابقة حتى تثمر هذه المؤتمرات ونشوف اليوم مركز الملك حمد العالمي للحوار والتعايش السلمي يعني لابد ذكرنا أن رؤية المركز اللي جسدها فكر جلالة الملك وتكلمنا عن رسالة المركز المنباثقة من فكر جلالة الملك اليوم أو يمكننا النقطة الأخيرة راح نتكلم عن أهداف المركز نعم اللي احنا نصبو لها ونعمل لها إن شاء الله جالدين أول هدف هو التأكيد على المشتركات الجامعة بين الحضارات والثقافات الإنسانية وأبرازها والتعريف نعم نتكلم عن الهدف الثاني هو التوعية بأهمية التقاء الحضارات وستمازجها لتحقيق السلم العالمي الهدف الثالث هو تنسيق واستثمار جهود المراكز اللي ذكرها الأخ أفيصر بن معمر والمؤسسات المهتمة بحوار الحضارات والارتقاء بأداء مسيرته على أساس أن هذه المراكز تكون متداخلة متناسقة متكاملة لما يتميز مركز من المراكز تكسب المراكز الثانية الهدف الرابع الربط بين تحقيق السلام والتعايش السلمي بين البشر وحوار الحضارات لإحداث تكامل وتفاعل إيجابي في مسيرة الحوار الإنساني فكل هذه الأهداف يعني إن شاء الله بدعم ومساندة ومتابعة حثيثة من جلالة الملك إن شاء الله نرتقي إليها ولهب غريبة على حضارية البحرين بالتاريخ الزاخر اللي تحمل البحرين وجلالة اليوم يجدد فاعلية هذه الزخم الحضاري أعتقد أننا نحن راح إن شاء الله نتميز بتوجيهه وإرشاداته طبعا بلا شك رعاية حضرة صاحب الجلالة الملك لمركز الملك حمد للحوار بين الأديان لها العديد من الدلالات لها العديد من النتائج المثمرة بإذن الله الحالية والمستقبلية لو تحدثنا بشكل مباشر ما هي هذه الدلالات التي ستنعكس إن شاء الله وانعكست أيضا على الواقع أهم دلالة الحقيقة رئيسية أن أنت فكر جلالة الملك أن في إنشاء لهذه المركز الحوار مع الآخر نعم من هو الآخر؟ هذا الآخر لأنت تختلف وياه في وجهة النظر هي دلالة نعم هذا الآخر لأنت تختلف وياه في المذهب هي دلالة هذا الآخر لأنت تختلف وياه في الرسالة السماوية هي دلالة أخرى هذا الآخر اللي أنت تختلف وياه في اللون هذا الآخر اللي أنت تختلف وياه في اللغة في الفكر في المنهجية من هو الآخر؟ فالآخر ثراء في فكر جلالة الملك لما قلنا تعلمنا من فكر جلالة الملك أن التعددية يعني أنا لما أختلف مع شخص وأرجع إليه شخص أكبر والشخص الأكبر مثلا يطلب مني يومين وبعدين يضيف على اختلافين اختلاف فأصبحت عندنا ثلاث وجرهة نظر ففي اختلافنا الثلاثة هذه إثراء نفسه فلأزال أقول أن يعني لما نفخر بفكر جلالة الملك أن حوار مع الآخر في حين أننا نؤمن برسالة الآخر تصور ما نحترم يعني إحنا في كتابنا الكريم يمكن أن نحن مأمورين بالإيمان بالرسالات السماوية وأنبياء الله لما نختلف كمذاهب نختلف في فهم النص ولكن المثوابت في المذاهب الإسلامية هي واحدة يعني يعني وحدة الإله وحدة الكتاب وحدة القبلة وحدة النبي والرسول هذه كلها متفق عليها من المذاهب الإسلامية فاليوم المركز الحضاري لجلالة الملك الحقيقة شألة حضارية يضيئها جلالة الملك في هذه المملكة مملكة الوسطية والحوار في عهد الزاهر الشيخ خليفة بن حمد الخليفة سفير مملكة البحرين في دولة الكويت الشقيقة نشكرك على ما تفضلت به من معلومات ثرية كما نشكر ضيوفنا الكرام في هذه الحلقة ونترككم مع بعض آراء المغردين على موقع لتويتر حول فكرة الحوار بين الأديان لقاؤنا تجددوا معكم في حلقة قادمة بحول الله إلى ذلك الحين دمتم في أمان الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة